تخيل أن تستيقظ صباحاً كالعادة لتجد فجأة أنك متزوج ولديك أولاد وقد كبرت بالعمر وهذا ما حصل تماماً مع اختصاصي السمع دانيال بورتر لكن كيف ذلك؟ هذا الأمريكي يا سادة يبلغ في الأصل 37 عاماً وهو متزوج ولديه طفلة ولكن خلال نومه تعرض لانقطاع مفاجئ في الذاكرة القصيرة كما شخصها الأطباء بمعنى أنه فقد الذاكرة وقد استيقظ في أحد الأيام مستعداً لذهاب إلى مدرسته بعد أن فقد 20 عاماً خلال نومه وظن أنه في التسعينات ليجد بجانبه امرأة لم يرها من قبل ونظر في المرأة ليجد رجلاً بديناً بعد أن ظن أنه ما زال في 16 من عمره مما اضطرت زوجته الراف إلى تهديئته وإلى توضيح أنه ليس مختطفاً ولم يعرف الرجل ابنته وكان خائفاً من الكلبين في منزله حالة بورتر استمرت لمدة عام كامل وحتى الآن لا يذكر شيئاً من العشرين عاماً الماضية ونسي كل التعليم الذي حصل عليه وما يزال الأطباء في حيرة حتى الآن ويشكون بأنه تعرض ربما إلى ضغط عاطفي لأنه عانى كثيراً في السنوات الماضية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر